بفضل الله برحب بيكم جميعا ويلا نتعلم مع بعضي سي و سي بلس بلس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله عوزين ندخل في قصة تانية تعالوا نشوف مع بعض هو لما نيجي نفهم حاجة معينة صدقني لما بتحاول فيها وما تجيش وتحاول وتفهم حاجة فما تجيش وتحاول وتفهم تاني فما تجيش وتحاول وتحاول لغة ما تيجي بتبقى بفضل الله اكتر تركيزا وحفظا وفهما ليك انت عن الحاجة اللي بتجيلك جهزة وتوقع تسأل بقى حتى الحاجة اللي بتجيلك جهزة دي خد بالك وتوقع تسأل هو ازاي هو ليه هو مين هو صح تمام. فتعال ايه? ناخدها واحدة واحدة. ايه اللي انت عايز تعمله يعني? هقول لك. ده النوت بات صح? بص احنا دلوقتي في مشكلة واحنا بنطبع على الشاشة اللي بتطلع دي. اهي بتاعت البرنامج. الشاشة دي. في مشكلة لما نطبع مثلا واحد اتنين تلاتة? لا مفيش. طب لو طبعنا اي بي سي برضو مفيش مشكلة. صح? بنطبع وبنشتغل. طيب تقدر تطبع الحركة دي. القلب ده. تقدر تطبعه. اهو ده رمز. تمام? تقدر تربع تطبع حاجة زي كده. تقدر تطبع حاجة زي كده. الكلام ده تقدر تطبعه. تعالى نشوفه مع بعض. خد الكلام ده او نكتبه تاني مفيش مشكلة. تعالى نعمل هو مش البرنت اف دي لو انا هنا كتبت اي حاجة. ونزلت سطر. هيشتغل صح يعني اهو. اهو. طب ما ده نص? خلينا كده نكتب ايه? ادي قلب. وادي الرمز التاني. وادي الرمز الوش او الفيس. شغل كده. اه. تلات علامات استفهام. تمام? او مش شايف الكلام ده. اخد بالك بقى. ده قصص. بس لازم تتفهم واحدة واحدة. حتى لو عملتها تشار. يعني دي كده ايه? مش نفع. دي كده ايه? مش نفع. ماشي? لو انا جيت وعملت تشار. تمام? وجيت اللي تشار ده مسلا سميته سي. وقلت السي ده بيساوي الحرف. تمام? سببها عملت مصفوفة او ايا كان. وروح تجاي عامل برينت اف. وقلت له بص يا عمي. الفورمات بتاعك هو حرف هبعته لك وانزل سطر. الحرف ده هو السي. ودي سي ميكور. دي محاولة اخرى. اهي. تعالي شغل كده? نفس القصة. علامة استفها. خلاص ده مش نفع الموضوع ده. كومنتو. طيب. تعالي مسلا احنا عملين نجرب هون. تعالي مسلا نعمل تشار نسميه سي. ونروح على اليوني كو تابل نختار اي رمز غريب. مسلا حاجة زي كده. كودها زيرو وان سي بي. زيرو وان سي بي. بقى بقى سلاش اكس. زيرو وان سي بي. ابل? اه ابل. طب استنى بقى علي ما تستعجلش. سواء. تعالي اعمل لي برينت اف. وقول لي انا هطبع حرف وهنزل سطر. والحرف ده هو السي. وسيني كورا. ما تستعجلش. شغل ونشوف مع بعض. اه. ما مرضيش اصلا يشتغل. بقول لك ايه? بقول لك الرقم ده. رقم ده مش نافع معايا. لانه اصلا بيمثل تمثيل عادي. فاحنا محتاجين تمثيل اعلى منه. يعني انت لما بتيجي هنا تقول له رمز عادي. يعني باكسلاش. اكس. عشان هكتب هكسا ديسيمال. وتعالى نجيبي ليوني كو تيبل. الرمز العادية خالص. اللي هي في الاول دي مسلا. اه حرف الايه مسلا. زيرو زيرو فور ون. زيرو زيرو فور ون. وتعالى هنا نعمل برينت اف. وقلت له ايه? انا هطبع حرف. وهنزل سطر. والحرف ده هو السي. واده سيمي كولون. تعالى نشغل. اه. اشتغل. ليه? لان التمثيل اللي هو بيمثل بيه شغال معه زي الفل. تمام? هو بيستخدم لكل حرف تمانية بت. فانت لم تتعدى الايه? ايت بت. اما الحروف التانية لقلب بقى والفيس والرموز الغريبة والحاجات دي بتاخد حاجات اكتر من كده. فانت محتاج لحاجة تشيل. خد بالك واحدة واحدة بقى. انت ايه? محتاج لحاجة تشيل. وخد بالك وما تنساش ان الرمز ده طلع لك خطأ. خد بالك. الرمز لما انت عملته قال لك تو بيج فور ايه? كاراكتر. هنا بقى نستخدم ايه? دابليو تشار اندرسكور تي. وده وايد تشار. دابليو تشار اللي هو ايه? وايد تشار. اللي هو ايه بقى? اللي هو حرف واسع. موسع يعني. واخد بالك ازاي? وايد يعني ايه? موسع او واسع. فبالتالي بيمثل تمثيل مختلف عن الاتشار العادي. حلو او. تعال بقى ايه? نسميه سي. تمام? وتعال نقول له انت بتساوي نفس الرمز الغريب اللي احنا عملناه فوق وطلع error. باك سلاش اكس زيرو وان سي بي. ماشي? خد بالك من حاجة. اعمل ده افكرك تاني. وهدى وحطه هنا. ماشي? تعال اشغل هيعمل لك ايه? الرر? لا مش ده. تاني. تعال اشغل هيعمل لك الايه? الرر تو بي. تو بيج ايه? فور كاركتر. حلو? اهو. هو هو في مش هيعمل ارر. عمل ارر. صح? لا استنى علي بقى. بص. بيبقى عايز حاجة معينة. عايز حاجة ايه? معينة. الحاجة المعينة دي علشان يفهم ان انت هتشتغل او لونج لتر. علشان يفهم ان انت هتشتغل ايه? لونج لتر. ايه هي الحاجة دي? انك تيجي هنا وتحط قبل الحرف او النص اي ان كان. سواء نص لو مصفوفة يعني. او حرف لو اتشار واحدة. تحط حرف ال ال كابتل كده. كده ما يعملش معاك مشكلة. كده هو يفهم ان القيمة دي. ويد اتشار. خد بالك. بس تحط ال ايه? تتحط ال ال W تشار تي. ماشي شغل كده. ما عملش مشكلة. شفت بقى? اه كده ما عملش مشكلة. كده انت بدأت ايه? توصل الى اللي انت عايزه. زي ايه? زي مسلا لما تيجي تعمل انت تعال اعملها لك فوق هنا. زي مسلا لما تيجي تعمل انت كده. تمام? ان. تمام? او مسلا تعمل long in او اي حاجة ماشي in او in one مسلا. بيساوي مسلا رقم كده. تمام? خلاص? بفيش مشكلة. طب لو انا جيت هنا وراحت احطت حرف ال ال. ده معناه ايه? شغلته. ده معناه ان الرقم ده long صح? عارف زي ايه تاني? لما اجي مسلا اعمل float. in اتنين مسلا. in اتنين. بيساوي خمسة وخمسين بوينت سبعة وسبعين. صح كده? صح? طب انا ممكن اجي هنحط اف. ها? معنا ايه float? وهكزا. خدت بالك ازاي? هي شبه كده بس تدير الارقام. بتحط بعدها. اما هنا في في الكراكتر يعني بتتحط ايه? قبلها. بتحطها كده بالمنظر ده. عرفت بقى? طيب هنا لو انت طبعا ايه? هتعمل نص نفس القصة اللي بتتعامل مع الكراكتر العادي. يعني زي ما بتعمل للتشار عادي. اهو. w char underscore t. وتعال اعمل لي مسلا str. واخد بالك. وخليه مصفوفة مسلا. خد بالك بص اهولك على حاجة عشان بس تبقى فاهم. انا ممكن اخليه مصفوفة على خنتين. خنتين. واقول له بيساوي. واجي هنا حط string. والسترينج ده حط القلب. حرف القلب كده. او سيمي كولن. بص مش راضي. خد بالك بقى هنا ايه? تحط حرف الل برضو? اهو. وافر صح? خد بالك بقى من حاجة. انت هنا عندك كم حرف? حرف واحد صح? طب تعال اخلينا حط قلب تاني كده. بص عمل ازاي? تروح تلمسه ويقولك ايه? يقولك انت محتاج تلاتة. اسمع كلامه. هو عارف اهو. هو عايز يمسل دول بايه? بتلاتة. تمام? طب تعال نحط ايه? حاجة زي كده مسلا. بص. ويقولك انا عايز اربعة. خدت بالك ازاي? طب تعال هات كده حاجة من اليوني كوتيبل غريبة. حاجة مسلا زي كده مسلا. خيفة? اهي. اخدها او ادوس على الزرار ايه حاجة اللي هم حطينه دوك. ماشي? وتعال ايه? حطها لي هنا بست. اهي. بص ويقولك عايز ايه? عايز خمسة. انت عندك كم واحد? عندك اربعة. اخد بالك ازاي? اهو. خمسة يسكت. لان هو طلب منك خمسة. تمام? فانت هنا بتشتغل باسلوب ايه? تاني. طيب. بفضل الله لغاية كده تمام? قوي. لغاية هنا زي الفل. وبعدين تمام? اه اه هنا انا عايز اطبع الكلام ده. هنا مش هينفع استخدم برينت اف عادية. مش هتمشي معها الكلام ده. بص خد بالك. لو انا عملت برينت اف وروح تعمل مسلا ايه? طول انا هابعت نص. وبعد اما هابعت النص ده انزل سطر. واجه رح تعمل كومة وروح تبعت له الستي ار. فيها مشكلة? ها? ما فيها مشكلة. طب اطبع بقى. ورين. طبع ايه? شايف? شايف المنظر? هو ده اللي انت عايزه? لأ. طيب. واحدة واحدة. اسألك سؤال. وهو اصلا. انت تقدر تسجل الحاجات دي انسي? بص انسي. انا دلوقتي عندي الكلام ده كده. النوت بات. هعمل من فايل هعمل سيف. ركز عشان الموضوع ده مهم جدا. هعمل سيف. عالديسك توب هو هنا معلم لي على انسي. قلت لنا انا هسمي الملف ده واحد. وهدوس سيف. بص بيقول لي خد بالك. انسي ما بتدعمش الحاجات اللي انت حطتها دي عشان الحاجات اللي انت حطتها دي بتبقى محتاجة تمثيل مختلف. زي يوتي اف تمانية مسلا. موافق? هبوضهه لك. تقوله اه. تيجي تقفل. و تيجي تفتح تلال اللي انت حطته كله ضاع. ضاع. خلاص بقى علامات تفهم لان انسي ما بتفهموش. الملف ده انسي. لو انت جيت فتحت من فايل سيف از هيفتح لك كانسي. بص شايف تحت متزبط على انسي. فخلاص ده كده ايه? ما ينفعش. ولو انت زودت حرفه وجيت تعمل سيف هيعترض نفس الاعتراض اهو. او تعمله بقى في ملف تاني. خدت بالك ازاي? اقفل اعمل دونت سيف. بص احزف الملف ده خالص. وتعالى ايه? افتح النوت تعالى عمل لي. اه واحد اتنين تلاتة. وتعالى ايه من فايل? اعمل سيف. على الديسك توب انسي. هحفظه انسي. وهسمي واحد. تمام? طيب ركز ان انا حفزته كانسي. ماشي? وهادي ايه? سيف. تمام? اقفل. افتح النوت ده التاني. اكتب واحد اتنين تلاتة هي هي. وهعمل من فايل هعمل ايه? سيف. وهاجي افتح كده. وهقول له لا ده نعايز يوتي ايه? تمانية. وهسمي اتنين. وهدي سيف. حفظه صح? الملف ده في واحد اتنين تلاتة? اه. اللي هو انسي. والملف ده في واحد اتنين تلاتة? اه. اللي هو يوتي اف ايت. ده مسحته قد ايه? مسحته تلاتة بايتس. ده مسحته قد ايه? ستة بايتس. ياريتكم فهمت. بس ده هيقبل منك التمثيلات التانية. اللي هي مسلا قلب. مش عارف ايه الكلام ده. تيجي تعمل سيف يقبل معك خلاص كده حفظ. يوتي اف ايت يقبل معك. عرفت كده? فهنا بقى السؤال. وهو اصلا الشاشة اللي طلعة دي. الشاشة. الشاشة ده تدس دي. بتقبل اصلا كعرض كعرض كعرض. تقبل يوتي اف ايت? الاجابة لأ. ثم اللي خليها تقبل ازاي? قبل الموضوع printf. تعال اخلي printf زي ما هي. وتعال اقول لك ازاي بتعمل الموضوع ده. اول حاجة هنطلع فوق. هنعمل includes جديدا. hash include file control. اللي هي ايه? fcntl.h. file control يعني ها? file ايه? control. زمان كانوا بيختصروا اختصارات ايه? يعني مختلفة عن الاختصارات اللي الحديثة اللي احنا بتتعامل معاها زي control للكلام ده. يعني ايه file control دي اللي انت شايفها. وهعمل hash include lio.ah. تمام? حلو اوي. عشان هستخدم منهم حاجات. عشان لما اجا استخدمها تيجي معايا. تعال بقى نشوف. هاجي هنا قبل المعرض. خد بالك انا كده لسه مخيرتش ال printf. هاجي قبل المعرض. هعمل ايه? underscore set mode. خد بالك بص دست control مع اسباس. عشان اعرفك هي جاية منين? set mode. set mode جاية من io.h. حلو? set mode. وبتفتح كده قوس. بتحط له هنا الحاجة اللي انت عايز تطبق عليها المود. هتطبق المود على ايه? على ملف ولا على الدس ولا على الشاشة ولا. انا عايز اخرجه على الاوت بتاعي. فازاي اعملها دي? عمتا انت بتستخدم هنا underscore file no underscore file no underscore file no underscore file no بتيجي من stdio dot h underscore file a no وبين القسيم بتحط الحاجة اللي انت عايز تطبق عليها المود. ايه هي الحاجة دي? هي std out. std out بتاعتي. تمام? اهي. اهي. std out. بتيجي منين? من stdio. خلاص? حلو اوي. ده كده خلاص. المود. كونها بتحط المود. بتجيبه منين? بتعمل ايه? underscore o. capital. بعد كده underscore وبتعمل بقى control مع اسباس بيطلع لك الايه? الحاجة اللي عندك. بكتب بقى ايه? u. capital كده. يطلع لك اهو. 16 ولا 8 ولا ايه? انا مسلا خليه ايه ايه? 8. خطب عليك بص بيجي من ايه? من file control ها? ركز. عشان تعرف كل حاجة بتيجي منين وقتعرف احنا ليه عملنا الانكلوس الجديدة. بس كده انا خليتي الشاشة تدعم ال u.tf. ايه? 8. text. اهو. u.tf. 8. text. u.a. text. هي مكتوبة كده. خلاص? بترجع ايه بقى مليش في دلوقتي بقى? عايز تباحة برحتك. المهم تعال بقى انشغل دلوقتي كده. اه. هو مطبعش بس عمل مشكلة. ليه بقى عمل مشكلة? لان ال printf ما بتعملش الكلام ده. ال printf مش مصممة ان هي تطبع ال white char. اما ال ايه? w printf. w printf. بتيجي منين ال w printf? w printf. تيجي من ال s di o عادي. اه. w printf دي بقى اللي بتطبع لك ال white char. بس الفرمات بتاعها بتحط له حرف ال l كده زي ما عملنا. وكده كده ده مش محتاجين نحط له اللي ولا ما الليش لان هو اصلا ويدتشار. عرفت? خدت بالك من القصة? تعال بقى كده. شغل دلوقت. الله جميلة صح? تحس انك عملت حاجة. بس اهم حاجة انك تكون في امتهى. بفضل الله فهم جامد. عشان تعرف ايه جامنين وبتعمل ايه? وتزبطت ازاي? وكلام بكل. انا ده تمهيد للشغل ده. مسلا ممكن اعمل ايه? مسافة. واحط اا اقول له ابعط لك حرف هنا. تعال انا نجرب كده احط حرف اللي احنا حطيه من فوق ده. كمى. حط حرف السي. كنا خدنا من شوية. اهو. تعال ايه? شغل كده. اهو. اتحط. وعادي وطابع وزي الفل. انت خدت بالك من القصة. يعني هو هنا انت كده خليت. الاست دي قوت بتاعك. الدس بتاعك اللي انت بتاعرف عليه. خليته يدعم النظام العرض. بحيس ان هو يقبل ايه? بحيس ان هو يقبل حروف. من النوع ده. اللي هي الحروف الغريبة. اللي انت لما بتجي تعرف اتشار عادي. بتلاقي مش نفع معاك. خدت بالك ازاي? فهنا ايه? بيبدأ يزبط تزبطات معاك. احنا كده بفضل الله اعراضنا الرموز الغريبة على شاشتنا. استنى استنى رايح فين? ويت انتظر. سوان. عملت اشتراك. طب عملت لايك. ده دوسة دوسة اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك. وما تنساش تدخل على موقع الاكاديمية www.hasuna-academy.com وتسجل حساب عشان يعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان. ربنا يكرمك بفضل الله.